مهنة من أكتر المهن انتشاراً بالسويد اليوم ونسبة النساء اللي بيشتغلوا فيها 89% مقارنة بـ 11% من الرجال ومثل مو تطلب عليها كبير اليوم فتوقعات مكتب العمل أنه رح يزيد أكتر بسنة 2026 حدا منكم عرف شو هي هاي المهنة؟ المهنة هي ممرد أو ممرضة مساعدة إذا حابين تعرفوا عن هالمهنة أكتر لتشتغلوها أو حتى لو بتشتغلوا فيها بالوقت الحالي لازم تتابعونا بهالفيديو من أكتر لنخبركن عنها تغييرات القانونية الجديدة عليها بسنة 2023 أكتر منصة الأخبار الرسمية والأكبر في السويد بحسب هيئة الأحصاء السويدية فالممرضين والممرضات المساعدات هنن جزء من مجموعة مهن هي الأكتر انتشاراً بالسويد اليوم بعدد بيوصل لقرابة 130 ألف شخص ومثل ما إلنا فالطلب عليها عالي اليوم وبيانات مكتب العمل بتتوقع أنه الطلب هيزيد بسنة 2026 بوتيرة متسارعة طبعاً المهام اللي ممكن يعملها اللي بيشتغل بهي المهنة متنوعة بس أهم ما خلق جو من الأمان لمتلقي الرعاية والأقار بينهم وتحفيزه ومساعدة الأشخاص ليعملوا الأشياء اللي بيقدروا يعملوها وحدهم وطبعاً المهام الطبية مثل اعتناء بالجروح وتفحص النظر وضغط الدم ووضع وإزارة القسطرة وممكن الممرضات وممرضين المساعدين يشتغلوا بدور الرعاية ضمن فرق وممكن أنه يشتغلوا بمنازل متلقي رعاية وحدهم أو مع عدد قليل وبحسب مكتب العمل فأكتر صفات مهمة عند اللي بيرغبوا بشغل هاي المهنة التعاطف العالي وقدرات التواصل الجيدة الدقة واللياقة البدنية طيب وشو مشان التدريب والدراسة المطلوبين؟ بالعموم لحتى تصيروا ممرض أو ممرضة مساعدة فأنتوا لازم تدرسوا بمدرسة ثانوية أو بمستوى دراسي شبيه لأنه أصحاب العمل عمد يرفضوا بشكل مستمر على التعليم النظري للموظفين وهذا الشي مفهوم بسبب تعقيد حالات متلقي الرعاية ولكن الشي الثاني اللي صار مطلوب ابتداء من 1 يوليو هو الحصول على رخصة من المجلس الوطني للصحة والرعاية المعروف بيناتنا باسم السوسيال لأنه صارت مهنة محمية ولقبة أيضا محمية وهلأ لازم نخبركم عن الشروط الجديدة لهي المهنة سواء بالنسبة لللي بدن يشتغلوها من جديد أو اللي بيشتغلوها بالفعل وبدن يحصلوا على الرخصة بحسب المحامي من السوسيال اندرش كرين فاللي بيتخرجوا بعد تطبيق القانون لازم يحصلوا على درجات محددة بمواد الصحة والرعاية والدراسات الاجتماعية وطبعا ممكن يتاخذ بالاعتبار الخبرات والمهارات الشخصية للي ما حققوا الدرجات المطلوبة ومو بس الخارجين الجدد رح ينطلب يكونوا حائزين على درجات محددة كمان اللي متخرجين قبل القانون أو العاملين بالمهنة بالفعل مطلوب منهم تحقيق درجات محددة ورح أحكي لكون عن هالدرجات بسرعة الخارجين الجدد لازم يكون عندهم نقاط من الثانوية 1350 نقطة للمواد مع التركيز على الصحة والرعاية الصحية و100 نقطة للغة السويدية كلغة أصلية أو لغة ثانية و50 نقطة بالدراسات الاجتماعية وبالنسبة للخارجين اللي قدام 1240 نقطة للمواد مع التركيز على الصحة والرعاية الصحية و80 نقطة للغة السويدية كلغة أصلية أو لغة ثانية واللي متخرجين قبل تطبيق نظام النقاط فبتكفي عمليات تحويل الدرجات لتطابق مع النقاط ولازم يكون مع الراغبين بالحصول على الرخصة كمان إثبات بأنهم اجتازوا دروس اللغة على مستوى الثانوية أما المتخرجين من المدارس الشعبية بيتم اعتماد شهادات من المدرسة بتضمن المواد والنتائج اللي تم اجتيازها وطبعا بالنسبة للي ما بيحققوا الدرجات والنقاط المطلوبة ففي معايير تانية لتقييم طلباتهم أهم أنه يكون عندهم إثبات أنه مارسوا المهنة أو مهنة مرتبطة فيها بدوام كامل على مدى سنة كاملة على الأقل وما يكون مرأ أكتر من خمس سنوات على هي الممارسة بالنسبة للعاملين الدائمين كممرضين أو ممرضات مساعدين فمعهم مدة عشر سنين ليحصلوا على الرخصة ومسموح لهم أنه يسموا نفسه ممرضين مساعدين بدون رخصة حتى تاريخ 1 يوليو 2033 طيب وشو رح تكون تكاليف وقت دراسة الطلب؟ لحد وقت عمل هالفيديو ما أعلنت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية تكلفة تقديم الطلب وبالنسبة للتوقيت فبحسب السوسيال فوقت دراسة الطلب رح يعتمد على عدد الطلبات وكثافتها وأنه رح يتخذوا إجراءات مثل تعيين أشخاص جداد بحيث ما تتجاوز من الدراسة الطلب والبد فيه 4 أسابيع نتمنى تكون كل المعلومات اللي أنتو بحاجتها توفرت بهذا الفيديو من أكتر مصدركم الموصوق دائما بالسويد ولحتى تشوفوا فيديوهات ومعلومات تانية مفيدة زوروا موقعنا أكتر.se سلام